موسيقى السلام عليكم أيها الأخوة الكرام في الحلقة الماضية وضحنا حزمة المكونات الفطرية والتي تشكل مأزقاً للملحد يتهرب منه بإنكار وجود هذه المكونات أو بتفسيرها تفسيراً مادياً سنرى اليوم هذا السلوك الإلحادي مع أول مكون ألا وهو نزعة التديم ونقصد بالتديم إدراك الإنسان أن له ولهذا الكون خالقاً مدبراً والرغبة في عبادة هذا الخالق والتقرب منه والشعور بالحاجة إليه وكذلك اللجوء إليه عند الشدائد المنظور الإسلامي يذكر وجود هذه النزعة كحقيقة مسلمة وذلك في آيات كثيرة كقول الله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا الإنسان عموماً لأنها فطرة مزروعة في كل إنسان وقولنا بفطرية التديم يعني أنه مكون صميمي راسخ في النفس البشرية وجزء أصيل من تكوينها توجد جذوره منذ ولادة الإنسان برد النظر عن المؤثرات الخارجية في البداية أنكر الملحد فطرية التديم وقال بل إيمان الناس بوجود خالق أمر مكتسب بتأثير التربية وتناقل الأجيال لهذه الدعوة ولو ترك الإنسان ونفسه فليس هناك ما يدعوه الإيمان بوجود خالق ويقول لك الملحد هناك معتقدات كثيرة يؤمن بها أصحابها مع أنها مجرد خرافات كبابا ويل الذي يأتي على عربة من السماء ليلة العيد العيد الميلاد والتنين الذي ينفث النار فنقول حتى لو تجاوزنا حقيقة أن المعتقدات الخرافية لا دليل عليها بينما وجود الخالق يدل كل شيء عليه كما سنبيّن في هذه السلسلة بإذن الله فإنه فرق كل الفرق من الناحية الشعورية بين معتقدات خرافية يغذى بها الأطفال ويكتشفون عندما ينضجون زيفها وأنها لا تمتلك أي أساس ولا برهان ويضحكون من أنفسهم أن آمنوا بها يوما ما كالتنين وبابا نويل أو خرافات يعتقدها قوم في بيئة جغرافية محددة توارثوها عبر الأجيال وفي المقابل نزعت التديّن هذا الشعور العميق الذي يجده الناس من أنفسهم حتى الذي ينكره يغالب نفسه مغالبة لإنكاره ويبقى سؤاله يهجم عليه ويفرض نفسه عليه مرة بعد مرة حتى يضطر إلى البحث عن تفسيرات مادية لوجوده فأصالة التديّن في النفس البشرية أمر تؤكده دراسات الأنثروبولوجي علم الإنسان وسوسيولوجي علم الاجتماع وبات من المألوف في العديد من الدراسات التعبير عن فطرية التديّن بأن الدين أشبه ما يكون بشيء قد تم تسليكه في الإنسان يعني هو مكون صميمي في الإنسان مختلط بلحمه ودمه كالشرايين والأعصاب وهي حقيقة ضاربة في عمق التاريخ حتى قال المؤرخ الاغريقي بلوتارك إذا سافرت عبر العالم فمن الممكن أن تجد مدنا بلا أسوار بلا آداب بلا ملوك بلا ثروة بلا مسارح ولكن لم يكن هناك يوما ولا يمكن أن يكون في يوم من الأيام مدينة بلا معبد يمارس فيه الإنسان العبادة والأمر إخواني لا يحتاج دراسات ولا النظر في التاريخ بل الإنسان يجده من نفسه أنه إذا وقع في الشدائد تحرك في نفسه معنا لا يستطيع دفعه بأنه ثمت قوة عليا بمقدورها إنقاذه ووجد من حاله طلبا والتجاء لربه أن يخلصه من هذا المأزق لذلك فمن أمثلة الغرب أي لا يوجد ملحدون في الخنادق يعني خنادق الحرب عندما يتعرضون لأخطار تهدد حياتهم قد يكابر الملحد وقد تجد مجموعة من الجنود الجبناء الذين يتسلون بقتل المدنيين واغتصاب أعراضهم وليسوا في خطر حقيقي ومع ذلك يكتبون لوحة عليها أي وحدون في الخنادق وقد تجد الملحدين يكثرون من التبجح بأنهم ليسوا بحاجة إلى الله بل وكثيرا ما يشتمون الله مع أن الأصل أنهم لا يؤمنون بوجوده فكيف يشتمون شيئا غير موجود لكن ترديدهم المرضي لمثل هذه العبارات بمناسبة أو بدون مناسبة يدل على نفسيات متصارعة تغالب صوتا عميقا فيها وتحاول كبته وإلا لم يحتاج إلى هذه الضوضاء خاصة وأن الملحد لا ينتظر جزاء أخرويا على الاستعلان بمعتقده ولا لديه دوافع أخلاقية مطلقة تدفعه إلى استنقاذ الناس من ضلال الإيمان بالله حسب معتقده ولفراغ يعصف بكثير من الملاحدة بعد أن أنكروا هذا المكون الفطري الذي يفرض نفسه عليهم بدأوا بتأسيس لون من التجمعات الإلحادية على نحو طقوسي مشابه إلى حد بعيد التجمعات الدينية مثل ما يعرف بكنائس الملاحدة كنائس الملحدين Atheist Churches والتي بدأت بالانتشار في دول متعددة كأمريكا وكندا وبريطانيا في تعبير واع أو غير واع عن مكنون فطري يبحث عن شكل من أشكال التنفيس وصدق ابن القيم إذ قال إن في القلب فاقة أي حاجة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا وفيه شعث يعني تفرق لا يلمه غير الإقبال عليه وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده فنحن لا نتكلم عن التنين ولا عن بابا نويل بل عن شعور عميط يجده عامة الناس من أنفسهم عبر القرون ويهجم سؤاله على منكره ويفرض نفسه عليه مرة بعد مرة ويبحث عن متنفس له نتكلم عن معتقد تتكامل الحزمة الفطرية لخدمته والتوجيه إليه كما وضحنا في الحلقة الماضية وليس عن معتقدات خرافية لا علاقة لها بهذه الحزمة ولا تكاملها ولا توجيهها يقول لك الملحد الإنسان قد يشعر بحب التسلط والذكر قد يشعر بالرغبة في الاعتداء الجنسي على الأنثى وأنتم مع ذلك أيها المؤمنون بالله تعتبرون هذه نزعات سيئة فنقول لهم ميل النفس لطبائع الهوى والشهوات ليس معكرا على ما نحن فيه فمع ما في بعض الناس من ميل للرذائل إلا أنهم لا يصححون هذا الميل ولا يرونه حسنا ولا حقا بل يعتقدون فساده فالمكون الفطري هنا وهو النزعة الأخلاقية متضمن للاعتراف بفساد الميل للشهوات الرذيئة والإنسان يعلم أن ميوله هذه باطلة بتأثير الفطرة التي نتكلم عنها فهذه حجة لنا لا علينا أقر كثير من الملحدين بأن نزعة التدين والتصديق بوجود الله يتجاوز التأثير الخارجي والبيئي وأنه مكون مركزي في الإنسان ماذا فعلوا؟ هل آمنوا؟ لا فالالحاد لا يبحث عن الحقيقة بل إذا بان بطلان ما كان يعتقده بحث عن أي متعلق آخر غير الإيمان بالله قالوا نزعة الإيمان بالخالق ليست بالضرورة أن تكون مطابقة للحقيقة بل قد تكون مجرد توهم أنتجته العشوائية قد تكون صفة انتخبتها الطبيعة لتساعد الإنسان على البقاء وسنبحث عن سبب مادي لنزعة التدين وبدأت بالفعل تتشكل مجالات معرفية خاصة لدراسة هذه الظاهرة فقد تفرع عن علم الأعصاب ما بات يعرف به أي علم اللهوت العصبي وهو مجال بحثي يسعى للكشف عن طبيعة الصلة بين الجهاز العصبي وظاهرة التدين بل بلغ الأمر إلى التفتيش عن جين مسؤول عن نزعة التدين هذه فقد نشر عالم الجينات الأمريكي دين هامر كتابا سنة 2005 بعنوان يعني الجين الإلهي كيف ضمن الإيمان في جيناتنا وتجد مؤلفات في البحث عن الجزء من الدماغ المسؤول عن الإيمان بوجود خالق كتاب ماتيو ألبر يعني الجزء المتعلق بوجود خالق الدماغ بداية نلاحظ أن هؤلاء الملحدين لم يبحثوا عن تفسيرات مادية لقناعة بعض الناس بوجود التنين ولا لأمثلة الملحدين السخيفة التي يضربونها ليقولوا أنتم تفترضون وجود إله وأي إنسان قد يفترض شيئا آخر كوحش السباكيتي الطائر أو الإبريق الدائر في الفضاء لأنه فرق كل الفرق بين هذه المعتقدات والأمثلة السخيفة وفي المقابل نزعة التدين الأصيلة شديدة العمق في الجلس البشري لكن لحظة أنتم أيها الملحدون ماذا تفعلون؟ نبحث عن تفسير مادية للتدين ماشي؟ وعلى فرض أنكم وجدتم تفسيرا ماديا لنزعة التدين عليكم أن تجدوا تفسيرات مادية للمكونات الفطرية الأخرى التي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية سنرى في حلقة الشعور بالإرادة الحرة بطلانة محاولة تقديم تفسير ماديا جينيا لكل شيء وتحوله إلى سخافة مبتذرة ومع ذلك نقول فلنفترض جدا أنكم وجدتم جينات لنزعة التدين وأخرى للضرورات العقلية ومجموعة ثالثة للأخلاق ورابعة للغرائز وخامسة للشعور بالغائية ومجموعة سادسة من الجينات للإرادة الحرة وهو ما يبدو متناقضا طبعا كأننا نقول جينات تجبرك على أن تكون حرا لكن فلنفترض فلنفترض أنكم وجدتم هذا كله ما هذه الحزمة المتناسقة الموجهة التي تجعل الناس مؤمنين بوجود خالق محبين لعبادته ملتجئين إليه مالكين لضرورات عقلية يفهمون بها مراده ونزعة أخلاقية منسجمة مع أوامره وشعور بالغائية يدفعهم للبحث عن مراده والالتزام به وإرادة حرة يختارون بها طاعته أو معصيته وغرائز تضمن استمرار جنسهم في هذه الأرض خلال فترة اختبارهم حتى لكأن عشوائيتكم تعبد ربنا إن وجدتم هذه الحزمة فما هو إلا دليل آخر على عظم هذا الخالق الذي أودعها في البشر وكامل بينها وجعلها منسجمة مع أوامره الشرعية يجيبك كبر للحادث يقول بل كل هذه النزعات لا تعني بالضرورة شيئا ووجودها لا يعني صحتها وحقيقة إخواني وإن كان فيما تقدم كفاية بمن أراد الهداية لكننا سنستمر في مناقشة الملحد لما في هذه المناقشة من فوائد سنرى في الحلقات القادمة ما نتائج قول الملحد أن ما يجده الإنسان من نفسه ضرورة من هذه المكونات لا يلزم أن يكون حقا في حقيقة الأمر فمحطتنا التالية هي مع الضرورات العقلية وهي حلقة مهمة غزيرة النفع بإذن الله فتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة